الاسماعيلي اللي بيحصل له ده مش مردي لأي حد مش مردي لأي حد يعني مش مردي الجامعين الاسماعيلية مش مردي لإدارة الاسماعيلي مش مردي للجهاز الفني الاسماعيلي وبالتأكيد مش مردي اللاعب الاسماعيلي الاسماعيلي عنده فرقة كويسة عنده لعبين كويسين عنده مدير فني جديد محترم وصحية كان موجود النهاردة وخسر المباراة بس مستحيل تحمله المسئولية مستحيل يعني كابتن حمد إبراهيم بس حل اسماعيلي على بعضه كده غريب وفيه عدم اتزان ومرحلة اللي هو إيه كل شيء نقول إيه لا الإسماعيلي مش هيهبط الإسماعيلي مش هينزل لا بالمنظر ده مباراة بتكر المباراة بتكر المباراة لا موقف الإسماعيلي خطير وخطير جدا 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 دي مش دعوة للتشاقم لجماهي الإسماعيلي أو اللي بيحبوا الإسماعيلي زي ما كل المصنين بيحبوا الإسماعيلي دي مش دعوة للتشاقم بس الوضع بيقول كده الوضع بيقول كده هزيمة ثم هزيمة ثم هزيمة ثم هزيمة ونتائج يعني في منتهى السوق في منتهى السوق للإسماعيل تغيير مديرين فنيين ضم عناصر جديدة وتغيير في الإدارة كل حاجة في الإسماعيلي فيها عدم اتزان وعدم استقرار الوضع بالنسبة للإسماعيلي محتاج محتاج التفاف محتاج دعم محتاج تركيز ومحتاج استقرار استقرار معرفش يعني بصراحة مش قادر أوجه كلام الجمهين الإسماعيلي يعني الله يكون فعونهم الله يكون فعونهم بصراحة أنا مش بتكلم على السنة دي بس أنا بتكلم على سنين كتير فاتت كتير بقت كتير للأسف لنا بقول كتير الإسماعيلي بقاله كم سنة كده يترنح فيه أزمات فيه عدم استقرار تحديدا عدم استقرار في المستوى وعدم استقرار في الأجهزة الفنية مش عايز يعني ايه مش عايز زود جراح جمهين الإسماعيلي بالكلام ده بس الواحد برضو متقلم بألامهم الإسماعيلي حاله يزعل نفسها نشوف الإسماعيلي أحسن نتمنى الإسماعيلي نشوفه الأيام اللي جاي أحسن نتمنى التوفيق للكابتن حمد إبراهيم نتمنى التوفيق لللاعبين إنهم يقدروا يفوقه نحب نشوف الإسماعيلي في حال أفضل يكسب يخسر في الدوري يفضل في الدوري لقدر الله يهبط هو في النهاية بيلعب وينافس باقي الفرق كل الفرق بالنسبة لنا سواسية احنا بس زعلانين على حال الإسماعيلي إن يوصل للمرحلة دي مباراة بتكر مباراة والنتائج على طول مش جيدة